المعيار اللي العالم كله النهاردة بيتكلم عليه مش التخوف من انتشار أو من أعداد الإصابات بقدر ما تقييم أعداد الإصابات بالنسب والتناسب بقى أعداد الإصابات قدام أعداد الكشف اللي بتتم لكام واحد فيه المليون وبالإضافة لده أعداد الوفيات وهنا نود أن نذكر مرة أخرى ما أشارت إليه وزارة الصحة وأكدته منظمة الصحة العالمية أنه 30% من حالات الوفاة اللي بتحصل في مصر بتحصل لحالات قبل أن تصل إلى المستشفى ليه؟ تخوفا من أنه هيبقى فيه عزل وإجراءات الرعاية وما إلى ذلك وأنا مش عارف الناس متخوفة ليه الحياة لأنه بطبيعة الحال أي واحد بيجي له أي وعكة صحية بعيدا عن فيروس كورونا بتلجأ لإيه؟ للرعاية الصحية طيب فيروس كورونا إيه اللي هيضر؟ أنه لو حد اشتبه فيه أنه فيه أعراض الفيروس يتوجه سريعا عشان يكشف ده الجزء التاني اللي يروح يكشف يكشف مرة واثنين وثلاثة لأنه في بعض الحالات ممكن يحصل تشخيص صغير دقيق وبرضه واجب التنويه لهذا الأمر خلينا نقف مع بعض عند تحليل الأرقام لأنه يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي طيب وبعدين هل إحنا الأرقام تفضل تزيد؟ إمتى نقدر نوصف أن إحنا وصلنا للذروة؟ إمتى نصل إلى المعدل المستقر اللي كان أشار إليه دكتور جون جبور في مدخلته معانا مبارح أنه الوصول إلى المعدل المستقر هو اللي ده بيعتبر مطمئن بشكل أو بآخر عشان نحلل هذه الأرقام لازم نتجه إلى المتخصصين ينضم إلينا الدكتور إسلام عنان المحاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية نضم لنا عبر سكايب دكتور إسلام مساء الخير وكل عام محرك بخير مساء الخير كل سنة أنت طيب رمضان كريم الله أكرم ممكن نقف ونحلل بقى مع بعض الأرقام كده عشان نحاول نفهم إحنا كنا فين وإحنا فين دلوقتي ومتجهين إلى أين؟ ويمكن حضرتك أشكرك أنك أمدتنا ببعض الرسمات البيانية التوضيحية بس محتاجة مزيد من التوضيح فإحنا هنستعرضها وحريك تشرح لنا يعني معنى هذا المحتوى اللي المشاهدين هيتابعوه معنا بداية إحنا وقفين فين دلوقتي هل يعني المنحنى للتصاعد اللي إحنا شايفينه على مدار الأسابيع الماضية في ضوء ذلك متى قيمك للمرحلة الحالية وكيف ترى الأسابيع القادمة؟ سؤال كويس جدا هو دايما السؤال المهم إحنا مش دلوقتي وصلنا لإيه هو هنوصل لإيه بعد كده خلينا نبتدي من الأول أن إحنا عندنا كذا معيار لتقييم انتشار أي مرض أو أي وباء مش بس كوفيد 19 ديزيز لما بنبص على أي مرض اللي أعايزين نعرف هو أرقام الإصابات نفسها عملة إزاي وأرقام التشخيص عملة إزاي أرقام الوفيات عملة إزاي المتعافين عملة إزاي فاللي بيمدنا به تقرير نظام صحة العالمية ونظامات الصحة عادة والورد ميتر ونزارة صحة المصرية بتأكدها بنسميها data ال data دي إحنا بنحولها الإنفورميشن لمعلومات عشان نعرف ما جد لها معنى لأنها ممكن يبلغها أكتر من معنى فسريعا أنا أقول تبدأ مع الناس ونحن نقول لهم هو الأرقام اللي تشوفها كل يوم على الوزارة الصحة المصرية والورد ميتر معناها إليم فأنا حتى يعني ما جبتش التقرير بتاعنا أن احنا بنعمله وجبت من الورد ميتر بالضبط ده نفس اللي الناس بتشوفه كل يوم وبتتابعه على طبع لو بصوا هلاو أنه فيه رقم الأولين اللي هو دايماً بدر صحب تعلينه اللي هو 4000 حالة دقريباً اللي 4000 حالة دي إحنا بنسميها أرقام التشخيص أرقام التشخيص هي معناها إحنا عندنا موجب يعني متأكدين أنه فيه 4000 حالة تم تشخيصهم بالمرض ده مختلف شوية عن أرقام الإصابات يعني هو كل العالم عنده حاجة اسمها أرقام الإصابات وأرقام التشخيص إحنا في كوفيد أرقام الإصابات مش معروف لأنه صعب نعرفه لأن المرض من كل مية في 80 أصاباتهم ضعيفة جداً والأعراض بتاعتها خفيفة فبالتالي مش معلومة أظن المقاطعة بس يا دكتور إسلام في ضوء ذلك أرجو بس زمالي يعرضوا السلايد الأولاني عشان فيه إشارة للأرقام اللي حالك بتتحدث عنها اتفضل يا دكتور تمام فده أول رقم اللي هو النهاردة وإنت لسه أعلنته من شوية أربعة تلاف حالة نحن نصل لهم نعم فعندنا في الإبديميولوجي بنسميهم أرقام التشخيص مش أرقام الإصابات لأن دايما الناس فيه إحنا ونصلنا كم إصابة النهاردة ونصلنا كم إصابة حتى الإبديميولوجيست جوه وزارة الصحة والنوزان الصحة العالمية دايماً هتلاقيهم بيكلمون بضغط بدقة كده أرقام التشخيص النهاردة كام لأنه وقصت كل حالة مشخصة وفي حالات غير مشخصة ده مش في كوفيد بس ده في أي مرض حتى مرض السكر حتى مرض الضغط فده أول رقم لما بنكون مش متأكدين من الرقم ده أو أن النسبة ما بين المشخص للإصابات العامة اللي احنا مش عارفين نحصرها كبير بنعتمد أكتر على أرقام الوفيات أرقام الوفيات دقيقة أكتر فنرجع بقى الأرقام الوفيات اللي احنا دلوقتي يعني بنشوفها كل يوم وبنشوفها كل أسبوع كمان 294 حالة ده الإجمالي الحالي بالزبط كده الإجمالي الحالي ده بيطلع منه أرقام الوفيات بعد كده احنا مهم بالنسبة لنا برضو أرقام المتعافين كم وفي الآخر المسحات أنا عملت كام تست عشان أعرف الحالات اللي عندي تشخيصها دي أرقام المسحات هي دي المربوطة بالأرقام المعلنة في التشخيص فبما إن احنا كل ما نزود أعداد التست يزيد أعداد الإصابات المشخصة فبالتالي اعتمادنا على أرقام التشخيص لحد من ما في حساباتنا للمستقبل مش بيبقى ضقيق اللي أبقى منه هو أرقام الوفيات فده أول حاجة بسي الناس اللي بتقرأ أن تبقى عارفة الفرؤيات بين الأرقام عاملة إزاي ولو رحنا للفجول اللي بعدية أو السلايد اللي بعدية ألاقي أن الأرقام اللي احنا بنحسبها من الوفيات الناس برضو على طول بتنسبها للإصابات يعني عايز بس زمايلي معايش سلايد رقم اتنين يا جماعة بعد إذنكم فقدر يا دكتور ويمكن سلايد رقم اتنين حضرتك عامل فيه نسبة ممكن تشرح لنا دي النسبة يعني برضو إزاي طلعاتها لأنه لما أنا عملت الحزبة بنفسي لقيت النسبة طلعة مختلفة طيب العموما إحنا الناس عددتاً بتاعملوا إحنا نسبتنا في الوفيات عالية عشان بتنسب نسبة الوفيات لعدد الوفيات سوري لعدد الإصابات فإحنا كنا نتفقد أن عدد الإصابات مش طقيقه إحنا مش متأكدين منه فلما بنقسم الحالات الوفيات اللي هو ماتين أربعة وتسعين على الأربعة ألاف هيطل علينا سبعة في المائة تاني فالناس دائماً بتبقى اللي أنا سبعة في المائة دا رقم عالي ليه إحنا عندنا رقم عالية مع أن الدول اللي حوالينا في الشرق الأوسط ممكن تبقى القوامة أقال وهكذا فهنرجع تاني نفس الفكرة أنا لو أبكرة عملت أنا عملت تسعين ألف تست مصر 20 ألف مسحة بي سي أر لو أنا بكرة عملت 200 ألف الأرقام دي هتتضاعف وده اللي بيحصل في أي بلد يعني اللي خلّ أسبانيا فقط ملاقوات عندها عدد إصابات مشخصة أكتر من إيطاليا هم أنهم عملوا حملة تشخيص بمساحات بي سي أر أكتر جات أمريكا متعاملة خمسة مليون تست فأرقام الإصابات عندها بقت كبيرة جدا ألمانيا متعاملة 2 مليون تست كل ما بزود التست كل ما بزيد الإصابات فده معناه إن الرقم ده مش برضو دقيق ما بنعتمدش عليه فالناس على طول بتحسب 7% وال10% وبتبقى الأنين احنا منقول لهم طلواما احنا مش متأكدين من العدد الفاعل إلي الإصابات ده رقم يعني بنعتمد عليه هو الكيس في ثالثي ما بنعتمدش عليه أهو نعتمد على اللي بعد ويمكن عشان كده اللي كان فيه يعني منظمة الصحة العالمية ومكتبها في مصر تحديدا حثت بإنه يتم إجراء عدد أكبر من الفحوصات عشان نوصل لعدد أكبر من اللي ممكن يكونوا مصابين بالفيروس طيب في ضوء النسب دي واللي حرك أشرت إنها ممكن تكون بعض أرقامها مش دقيقة بشكل أو بآخر لأنه عدد الفحوصات مش بالقدر اللي يمكن موجود فيه بلاد أخرى وحتى البلاد الأخرى مع عمليات الفحص الكبيرة اللي نفذتها سواء في أمريكا أو ألمانيا أو إيطاليا أو غيرها أيضا الأرقام اللي بيتم الإعلان عنها هو ما تم الوصول إليه وممكن يكون قدامها فيه أرقام تانية لم يتم الوصول إليه يمكن السؤال الرئيسي اللي بنبحث عن إجابته هو إحنا فين دلوقتي؟ هل إحنا في منطقة الظروة ولا دخلين عليها؟ لأنه ناس سمعت الفترة اللي فاتت كتير جداً إن إحنا بنحضر من يا جماعة الأسبوع اللي جاي هو الأخطر الأسبوع اللي جاي عايزين نركز أكتر والأسبوع اللي جاي دي بنفضل فيها كل أسبوع نشيل الأسبوع اللي بعده هو دي حاجة مطمئنة كل ما إحنا عمليين نأخر في الأسبوع اللي جاي هو أسبوع خطر مع أننا إحنا دايما في الأسبوع آمن إحنا عموماً يعني في التوقعات بتاعاتنا وفي الفوركاست نحط دايماً سيناريوهات السيناريوهات اللي كانت موجودة حالياً هو أن إحنا نفضل في تصاعد إلى حد ما أفك يعني الأسبوع أو القصي بتاعه ضعيف وإحنا لغاية دلوقتي متطمئنين في الوضع ده للوفيات بالذات لأن أرقام الإصابات يعني إحنا زي ما نقول يعني data in information out فإحنا لو ما عندناش data in كويسة ما بطلعش عليها كيرف أو فوركاست كويس فبالتالي الكيرف بتاع الإصابات في مصر إلى حد ما ما أقدرش أعتمد عليه لأن مثلا إحنا نقفل الشهر ده مثلاً في حدود خمسة مثلاً ده اللي هوبت مستك ده السناري المتفائل لو مثلاً عدد المساحات زائد مثلاً لو أنا بدل ما أعمل تسعين عملت متين ألف هلاقي إن أنا قفلت الشهر ممكن أن يبقى تمانية فبما إن الرقم ده معتمد على ده تماماً ما بنعملوش منحنة إحنا بنعمل منحنة للوفيات لأن ده رقم دقيق تمام وبنحسبه من لو رحنا للثالث سلايد مثلاً من إحنا عملين نقول للرقم ده مش هينفع نحسبه فلذلك من نظام الصحة العالمية ووزارة الصحة في مصر بتعلم دايماً التقرير بالرقم اللي هو موجود في سلايد 3 اللي هو نسبة الوفيات بس محسوة من عدد السكان لكل مليون مواطن فنلاقي إن نحن نسبة بتاعتنا هي تلاتة لكل مليون مواطن تلات وفيات لكل مليون مواطن ده نسبة المهمة اللي هو إحنا عايزين نعرف والعفوة لمقاطعة دكتور إسلام والمتوسط العالمي 25 مواطن في كل مليون بالضبط كان يعني إحنا دايماً عايزين نقول لنا ما ينفعش أقارن نفسي بنفسي بس وكل الأمراض مهم أن أنا أقارن نفسي بالذي وقارن نفسي بالمعدل العالمي إحنا المعدل العالمي اللي هو رقم العالم 25 وفاء لكل مليون إحنا تلاتة وفيات لكل مليون والدول اللي موجودة في الجدول دي الدول اللي شبهنا هنلاقي الدول البلاد العربية اللي شبهنا فيه السعودية الكويت تونس لبنان السعودية والكويت بالصب والصين واليابان والماليزيا والاستراليا دي البلاد البره الكطرة العربية اللي برضه شبه هنتوا هتلاقي من البلاد دي ملهاش أي علاقة بينا في عدد الإصابات مثلا وده يعني عشان كده إحنا ما نحتم Edin� متشع على رقم الإصابات إحنا دايماً بنرفير للوفيات لو بصينا على الوفيات طب إحنا راحين فين احنا الوفيات عندنا المتوسط 10 و 10 وفيات في اليوم احنا بنحسبها للأسبوع يعني طبعا يعني رقم 7-11 اللي هو وفيات كل يوم ده بيسموها عينة غير كافية للإحصار sample size بتاعها مش significant انه نعرف عمل عليها statistics فبنحسب أسبوع لأسبوع فبنطلع المتوسط تقريبا 10 ولو احنا فضلنا بنفس المعدل ده معدل كويس ده معناه ان احنا بدنا نتصاعدش برضو في الأرقام فانت تلاقي ان الكيرف الحد ما بيطلع ببطء شديد حلو امتى وازاي؟ او بلاش ازاي؟ هي ازاي ان الناس تلتزم أكتر بس امتى وفقا لتحليل هذه الأرقام يبدأ الكيرف يستقر ومن بعده يعني ينحدر لو فضل بنفس اللي احنا شايفين نفس الأرقام دي هيبدأ المستقر لانه هو بقاله 3 أسابيع حتى الآن المتوسط بتاعه ثابت وده حاجة مطمئنة يعني احنا مشوفناش قفزة في أرقام الوفيات حتى الآن بقالنا ثلاثة أسابيع ففي التالي فالحمد لله يعني لو استمرنا بهذا المعدل انا بديدي نشوف ان شاء الله الأرقام تسبب بعد كده دايما بعد فترة البلاتو اللي هو الهضبة بتاعة الكيرف يبتدي يحصل ديكلاين في الأرقام فإحنا لو وصلنا للدكلاين دايما احنا خد وصلنا للبر الأمان لو دي متوقفة على إيه بقى لو دي متوقفة على حاجة اسمها R0 أو رابد سفر R0 ده اللي هو معدل الإصابة من الشخص المصاب لكان شخص سليم المعدل العالمي ليه إن الشخص المصاب لو حد عنده COVID-19 بيعدي من اثنين لثلاث أشخاص سليم كل دولة بتحط تارجت بتحط هدف ليها أنا عايز أقل للR0 ده الدين R0 ده بيعتمد على حاجتين 50% منه الإجراءات اللي بتعملها الدول فمسلا الإجراءات الحجر الصخحي وإجراءات حظر التجول وها كذا والتوعية وبتعمل كم حمل التوعية بتحط كم مليار حملات توعية و50% التانية هو التزام الناس وفهمهم لفكرة التباعد الاجتماعي بحيث أن الR0 أو الR0 تنزل من 3 لمسلا ألمانيا كانت تحطاها تنزل لنص أنت أظهما نجحوا في حاجة زي كده فبالتالي تدتقل فالكيرف يبتدي يقل دراماتيك يبتدي يقل يا رب الله يا دكتور إسلام يعني الناس تلتزم أكتر لأنه ده مفتاح الفرق بالنسبة لنا وبالنسبة لأي مجتمع الحقيقة أنه الناس لما تلتزم أكتر بالتباعد الاجتماعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية ده اللي هيدفع المنحنى أنه يستقر ثم ينحدر إن شاء الله ونتمنى أنه قريبا ده نراه في مصر بإذن الله شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة كنت معنا دكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بوكوليت الصيدلة بجامعة مصر الدولية شكرا جزيلا ومرة تانية كل عام وانت بخير